بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام ورسول الله وبعد فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل عام من أنتم بخاي نسأل الله أن تكون الليلة ليلة القدر سؤل الرسول صلى الله عليه وسلم سألت السيدة عائشة أرأيت إن وفقت ليلة القدر ماذا أقول قال أقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم آمين اللهم تقبلنا في هذه الليلة يا رب العالمين أيها الأحبة في الجزء السابع والعشرون يقول الله عز وجل في صورة الذاريات وما خلقة الجن والإنس إلا ليعبدون الخلق كله ليس ليلة القدر فقط ولا رمضان فقط بل الله حي قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم الحياة كلها للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما معنى العبادة أن تصلي أن تصوم أن تزكي أن تحج أن تطل القرآن أن تستغفر أن تقيم ليلة القدر هذا مطلوب وماذا بعد ليلة القدر وماذا بعد شهر رمضان يأتي الجواب من الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولذلك أيها الأحبة نريد أن ننتقل بعد الطاعة والصيام والصلاة والعبادة في محراب الصلاة والخشوع بين الله أن ننتقل إلى الحياة ونجعل الصلاة من الصلاة في محراب المسجد ومحراب مسجد البيت إلى ميدان الحياة فنحن قد وقتنا مواقعتنا على الإفطار والسحور بالضبط وعلى مواقعت الصلاة فإذا ما خرجنا إلى العمل كنا منضبطين نحن عندما نقف في صف الجماعة في البيت مع أبنائنا وبناتنا أو في المسجد نقف صفا منتظما حتى نتعلم الانتظام في الحياة إذا ما ذهبنا إلى الدوائر الحكومية وغيرها عندما ينادى للصلاة ويقول المؤذن قد قامت الصلاة فحتى ولو كان الإنسان يصلنا في لا تركها فهناك أولويات في الحياة وأولويات في الطاعة والعبادة فيقوم للمكتوبة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة عندما نقدم من يؤمنا من يؤم الناس ليس أي أحد إنما الكف يأم الناس أقرأهم لكتاب الله عز وجل فنضع الرجل المناسب في المكان المناسب لا مجامل ولا محابا وأيضا هذا الإمام إذا ما أخطأ صوبناه والدين النصيحة فإذا أصر على خطائه لم نتابعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا ما سهى الإمام سجد للسهو وسجدنا أما الرعية وأما المأمومين إذا أخطأ وسهى فلا يسجد فإن الإمام يتحمل عنه هكذا أيها الأحبة عندما نقف في الصف يقف الغني بجوال الفقير والكبير بجوال الصغير لا فرق العربيين على عجميين إلا بالطقوة والعمل الصالح فنريد أن ننتقل من محراب العبادة في رمضان إلى محراب الحياة لا ننسى أن سيدنا عبدالله بن عباس عندما جاءه أحد الناس يسأله أن يقضي له حاجة وكان معتكفا وليس في أي مسجد في المسجد النبوي في المدينة المنورة على ساكنها أفضل صلاة وأتم تسليم صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخرج معه قال أنسيت ما كنت فيه من اعتكاف قال إني سمعت صاحب هذا القبر وأشر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأن يمشي أحدكم في قضاء حاجة أخيه قضيت له أو لم تقضى كان خيرا له من أن يعتكف في مسجدي هذا شهر أيها الأحبة يا من تريدون عطق الرقاب من النيران في ليلة القدر الله عز وجل سيعتق رقابتكم ويستجيب لكم إذا خرجتم بتاع عطي رمضان وبالزاد الروح والإيمان والقرب من الله لتطبقوه في الحياة فتكونوا دقيقين في أوقاتكم منظمين في أعمالكم سواسية لا فضل العربيين على عجمين إلا بالطقوة تنصحون الناس وتتابعون وتولون أعمالكم من هو أفضلكم لأنه إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة إذا طبقنا العبادة من المحراب إلى الحياة كنا خير أمة أخرجت للناس أسأل الله أسأل الله أسأل الله أن يعتق رقابنا جميعا من النار اللهم أعطق رقابنا من النار اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه من عتقائق من النار واجعلنا من المقبولين الفائزين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة